اشتركوا في القناة والدين جميع أبوابه لا يختص بالأحكام الفرعية وإن كان الفقهاء في شروحهم وفي كتبهم وتونهم وشروحهم يفتتحون الكتب بهذا الحديث كتب الفقه لكن الفقه أعم الدين أعم من أن يكون الأحكام العملي يفقه في الدين في جميع أبوابه ولذا لما جاء جبريل يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام والإيمان والإحسان قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم والفقه الاصطلاحي لا يدخل فيه الإيمان ولا يدخل فيه الإحسان يدخل فيه بعض فروع الإسلام فالنظرها الضيقة للفقه لا تدخل في هذا الحديث يعني دخولها جزئي ولا ينحصر فيه هذا الحديث فمن يريد الله به خيراً يفقهه في الدين بجميع أبوابه ولذا تجدون الخلل في التصور والعمل والسلوك عند بعض من يطلب العلم ويقتصر فيه على ناحية من نواحيه أو باب من أبوابه طالب العلم بحاجة ماسة إلى أبواب الإيمان وما يصحح الإيمان والتوحيد وما يصحح العقائد لأمس الحاجة إلى هذا ولا يمكن أن يستغني عن هذا بحال ولا يمكن أن يعد من أهل العلم وهو مقصر في هذا الباب طالب العلم كما هو بحاجة إلى كتاب الإيمان هو بحاجة إلى كتاب العلم وبحاجة إلى أبواب العبادات من الطهارة والصيام والصلاة والصيام والحج والزكاة وغيرها من أبواب الدين وأيضاً أبواب المعاملات لا بد أن يتعلمها المسلم ليكون فقيهاً في الدين ثم بعد ذلك بقية أبواب الدين التي تحثه على العمل بهذه الأبواب كأبواب الرقاق وأبواب الفتن لا سيباً في زماننا الحاضر فلا يمكن أن يعتصم الإنسان من هذه الفتن ولا يُعصم إلا بالعلم لا بد أن يعتصم بالكتاب والسنة ليقيع الله شر هذه الفتن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر